بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معكم معلمتكم فاطمة اليحية لمادة المهارات الحياتية والأسرية للصف الخامس الابتدائي حتى نستفيد سوية من الدرس هناك قوانين للصف الافتراضي سوف نتفق عليها أول هذه القوانين هي أبحث عن مكان هادئ أجهز جهاز الحاسب الآلي وأجلس جلسة صحيحة أتعلم جيدا حتى أتفوق أستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث أجلس حتى انتهاء الوقت رسالتي إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة موضوع درسنا بإذن الله سيكون عن آداب تناول الطعام الهدف العام هو أن يتعرف الطالب أو الطالبة على آداب تناول الطعام الأهداف الخاصة أول أن يعدد الطالب أو الطالبة آداب تناول الطعام إذن طلابي وطالباتي لنشاهد صديقتنا أسماء نشاهد يديها هل يد صديقتنا أسماء نظيفة أم متسخة؟ أنا أشاهد هنا القليل من الأتربة هنا أيضاً القليل من الأتربة هل ليصح لصديقتنا أسماء أن تتناول الطعام مباشرة؟ أم يجب عليها القيام بغسل يديها كما نشاهد في الشاشة؟ كما نشاهد في الشاشة يجب على صديقتنا إذن غسل يديها قبل تناول الطعام لماذا يا ترى؟ لأن يديها مليئة بالأتربة والأوصاخ فبالتالي يوجد ماذا؟ ماذا نشاهد في الشاشة؟ يوجد العديد من الجراثيم يوجد العديد من الجراثيم إذن بعد غسل اليدين أذهب إلى مأدبة الطعام وأجلس جلسة صحيحة وأسمي بالله عند البدء في الطعام فليقل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بدأ أحدكم طعامه فليقل اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار آداب تناول الطعام من ضمنها طلابي أن أجلس جلسة صحيحة مستقيم الظهر لست مستلقي أو ماذا يطلق عليها؟ منسدح على الأريكة إذن أكون ماذا؟ صلب الظهر جلسة صحيحة وأتناول الطعام مما يليني لا أمد نظري ويدي إلى طبق الآخرين أيضا طلابي كما نشاهد في الشاشة يوجد لدينا صورتان لطاولتان مختلفتان يا ترى أيهم هي التي تدل على التصرف الصحيح أثناء تناول الطعام؟ هل هذه الصورة التي أشير إليها الطاولة المكركبة المليئة بالأوصاخ والطعام المباثر تدل على التصرفات الصحيحة؟ طبعا لا إذن الصورة التي بجانبها وأشير إليها هي طاولة نموذج جيد للطفل أو الطفلة المسلمة النظيفة حيث أن الطعام مرتب والطاولة نظيفة وتسر ماذا؟ تسرني عندما أنظر إليها إذن هذا هو التصرف الصحيح حسنا طلابي بعد الانتهاء من تناول الطعام ماذا يجب أن أفعل؟ أن أشكر الله بقول الحمد لله بعد ذلك أقوم مرة أخرى بغسل يدي بالماء والصابون بعد الانتهاء من ماذا؟ من تناول الطعام حسنا طلابي الآن أرجو من الجميع إحضار الكتاب وفتحي على درس آداب تناول الطعام نشاط رقم 6 هيا الجميع سأقوم بالانتظار سنقرأ السؤال يقول نشاط رقم 6 لون علامة صح أسفل صورة السلوك الصحيح باللون الأخضر وعلامة الخطأ أو الأكس أسفل صورة السلوك الخاطئ باللون الأحمر لدينا في الشاشة تصرفان لشخصين مختلفين أحدهم يتصرف تصرفات صحيحة سنقوم بوضع علامة صح ذات اللون الأخضر والشخص الذي يقوم بالتصرفات الخاطئة والغير صحيحة أثناء تناول الطعام سنضع علامة الأكس أو الخطأ باللون الأحمر هيا ما الفرق بين الصورتان ما الصورة الصحيحة طلابي ما الصورة الصحيحة النظيفة المرتبة هيا أين الطعام الذي غير ماذا الطعام المرتب الغير مباثر في الأرض أو على الطاولة أيهم هو التصرف الصحيح أحسنتم هنا صديقنا تصرف تصرف صحيح الطعام في مكانه يأكل بشكل مرتب ونظيف أما صديقنا هنا فالطعام مكركب إما على الطاولة أو حتى على الأرض فإذا سنضع أسفل سلوكه ماذا؟ علامة الخطأ إذن طلابي وطالباتي ننتهي من درس هذا اليوم تناولنا في درسنا لهذا اليوم آداب الطعام ذكرنا أنه قبل تناول الطعام لا بد من أن نقوم بغسل يدينا أحسنتم بعد ذلك ماذا أفعل؟ أذهب إلى مأدبة الغداء أو العشاء أو الإفطار أي أن كانت وأجلس جلسة صحيحة لا أستلقي أو أنسده على الأريكة إذن ماذا؟ أجلس جلسة صحيحة عيني وماذا؟ ويدي فقط على طبقي لا يصح أن أذهب إلى أطباق ماذا؟ الآخرين فقط أأكل مما يليني إذن بعد ذلك أسمي بالله عند البدء بالأكل عند الانتهاء طلابي من تناول الطعام ماذا يجب علي أن أفعل؟ أن أشكر الله وأحمده فأقول الحمد لله الذي أطعمنا وثقانا من غير حول منا ولا قوة بعد ذلك أقوم مرة أخرى بالذهاب إلى غسل اليدين بالماء والصابون أحسنتم طلابي وطالباتي حتى يتم تعميم هذه المهارة على أولياء الأمور تدريب الطالب والطالبة على آداب تناول الطعام واهتناز الفرص عند الوجبات الرئيسية بتذكيرهم بالآداب أما فيما يخص التوصيات فأولها الحرص على المراجعة الدورية عند انتهاء الحصص اليومية حل الواجبات المدرسية بعد الانتهاء من الدرس التركيز على رفع مستوى الدافعية وخلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز والتشجيع بأنواعه المتابعة نقل الخبرات الأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة من حولنا إلى هنا طلابي وطالباتي ننتهي من درسنا لهذا اليوم استودعتكم الله إلى اللقاء